السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا اول مرحلة راح نحتاج للتنصيب الانجولار مجرد دخول لموقع الانجولار او كتابة انجولار بالانترنت اول موقع راح يظهر لك angular.io ادخل اجي على get started and هنا بالget started مثلا تلقى setup طبعا لا ننسى انه النوت جي اس يكون مناصب بالكمبيوتر وكل شي جاهز بعدين نبدأ بموضوع التنصيب الانجولار طيب لو ننزل الاسفل راح نلقى انه الانجولار يحتاج لcli فمجرد اعمل لcopy بالنسبة للماك وبالنسبة للينكس نحتاج انه نكتب قبلها sudo تكتب الباسورد مالتا الحاسب وانتر بالنسبة لجماعة الويندوز ما تحتاج كلمة sudo رأسا npm install minus g at angular slash cli طريقة التنصيب مالتا سهل جدا 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 الى بعض الحدود بعد ذلك اذا تريد تصنع تطبيق بالانجولار مجرد انه تكتب انجي وكلمة new انجي دلال على انه انت راح تستخدم cli مالتا الانجولار او انت راح تشتغل على الانجولار new معناتا شي جديد راح تصنع and my app اللي هو اسم التطبيق مالتاك اللي انت راح تصنع فهذا راح تحتاجه انتا copy تجد تعمله وتجي على cmd مرة اخرى لاحظة هنا يسألنا yes or no analytic قل yes enter that's it تم تحميلها نجي نعمل clear and cd desktop انا لان اريد اروح للسي دي ديسكتوب او اريد اروح للدسكتوب اصلا هذا بالنسبة لللينيكس والماك بالنسبة للجماعة الويندوز تجد تكتب dair d-i-r ديسكتوب زين نجي او cd عفوا dair اللي هو راح يعرض لك الملفات الموجودة وانما cd هو نفسها بالويندوز اسف جدا ف بالدسكتوب راح اجي ng new my app راح اسميه مثلا my blog واضغط enter فانتظر تحميل طبعا يقولك تريد انضيف راوتينج لها بعد وقت على راوتينج نقول لها اوه قلت لي yes قلت لي yes anyway قلن نقول لها control c وقفنا من جديد new راح اسألنا تريد انضيف لها راوتينج نقول لها no in capital ويسألنا هنا نوع السي اساس او style sheet اللي انتا تستخدمها هو ما اختارنا السي اس اس طبعا هنا بالاسف متجر تنزل تختار اللي انت تريده راح بقيها عني السي اس اس راح يجي يصنع لي كل الملفات اللي تحتاج الانجولار كان عنده موقع منفصل يعني اللي تشوف بيها ال CLI tools او اتصور هو نفس الموقع موجود في داخل ال CLI اوكي اهنا عندك مجموعة اشياء يعني تقدر تعملها بال CLI انا احنا لاحظنا كيف النص بالانجولار انجي جنريت اللي هو بيها مجموعة options طبعا بتقدر تصنع بيها ال component والى اخرى من امور اوكي لاحظ هنا تقدر تصنع component directive guard library model pipe service بس بعد وقت عليه لان احنا شوية شوية نبدأ فمجرد انه تصنعها تقدر تدخل للمشروع عن طريق CD نلاحظ بعدها يحمل تنتظر اللي حد ما يكمل هو بعد ما يكمل هنا تقدروا ال CD my blog حتى تدخل داخل المشروع clear clear بال linux و windows بس بال linux وال mac بينما بال windows cls اللي هو ينظف لك الشاشة and ls ألاحظ هنا طلع لكل المعلومات مالتك طبعا بال windows تستخدم diar حتى يطلع لك المعلومات اللي موجودة بداخل الفولدر او انت تقدر انه تذهب ال my block بالدسكتوب وتشوف الملفات الموجودة في داخل المشروع مالتك اوكي فهاي الخطوة plus ng serve راح يخليك تشغل المشروع فاذا ضغطنا على ng serve راح يعمل compile لكل الملفات وبعد ذلك يشغلك اياها على البروزر طبعا ينطيك الport ايضا هنجي على الشاشة الثانية هنا نفتح visual studio code وبال visual studio code نستعرض الملفات اللي موجودة في داخل my blog فاذا جئنا هنجي على open and نتجه لل desktop and my blog هذا هو اللي حملنا احنا طيب طبعا هاي الملفات ما ردك تركز بهم احنا نجيهم واحد واحد بس اهم شي هو file او folder هذا فولدر جدا جدا مهم بها الملفات دا نلاحظ بعد ذا يعمل compile اول مرة ياخذ شوية وقت بس بعدين يبدي يصير خليل نقول اخف and هنا دا نلاحظ انه عمل compile compiled successfully ودي يقول لك انه موجود على هذا الرابط اذا تريد تشوف التطبيق فاقدر اسويل copy واجي اسويل paste بالبراوزر الاحظ هنا انت عندك 4200 البورت اللي اختار الانجولار هذا هو التطبيق تمام هاي هي الوجه اللي رح تظهر لك بالانجولار and وممكن تختلف شوية الاشياء اللي موجودة بيها حسب النسخة مع الانجولار بس احنا نستخدم نسخة الحديثة للانجولار بالsource فولدر هذا الفولدر كلش مهم لان يحتوي على كل الملفات الاساسية اللي موجود فيها الكود اللي راح يعتمد عليها في تشغيل تطبيقك طبعا عدنا هنا الاب اللي هو اول كومبوننت اللي هو الكمبوننت الام الرئيسي لبقية الاجزاء اللي موجودة احنا نعرف انه انجولار يعتمد على نظام الكمبوننت بمعنى كل جزء بالصفحة يعني اذا نجي هذا رح يكون كومبوننت النافبار هذا الاجزاء رح تكون كومبوننت الفوتر رح يكون كومبوننت فيحتاج كومبوننت رئيسي اللي يتحكم بكل الكومبوننتات اللي موجودة في داخلها فهو هذا كومبوننت الرئيسي طبعا كل كومبوننت يحتوي على مجموعة اشياء يعني مثلا احنا رح نلقى app.component.css اللي هي رح يكون بها css هنا ال html اللي هو رح يكون بها الكود واللي حاليا نشوف هذا الكلام هنا ان بايضا وي ممكن هذا كله نعمله مثلا h1 tag بسين و ليش ما سوى h1 h1 tag اذا جينا هنا قلنا له h1 طبعا خلي نقول له تكبير حتى يبين عندك هنا نكتب مثلا hello محمد save طبعا هو مفروضه طوما تكن يسوي رفرش لاحظ كتب لك hello محمد فهذا هو app.html اضافة لذلك في عندك ال ال spc هو نفس الاسم app.component spc .ts اللي هو compile ومعت منو معت app.component .ts هذا مهم جدا هذا الtypescript هذا اللي نكتب بها واللي نخلي تأثيرها يظهر على html حلو طبعا كل component عنده ربط مع منو مع app.module شنو هو app.module طبعا استخداماته راح تكون ممكن بالدروس القادمة فكرته شنو هو يحتوي على كل ال dependences مع الويبسايت شنو قصدي بال dependences يعني مثلا من تريد تربط المشروع معتك ويا في firebase لازم تعرفه هنا ال firebase من تريد تربطه ويا ال api لازم تعرفه هنا barcode qr code مثلا هاي السوالف اي شيء يعتمد على مكتبه او فات شيء معين تجي تعرفه هنا بعدين تجي تستخدمه بحرية في داخل الملفات ts احنا اكثر شغلنا راح يكون بين ملفات ts html و css ذول ثلاثة الضرورية اللي انت لا تم تهتم بيها اما هذا unit test unit test اللي وشنو الاشياء اللي نكتبها بال type script نقدر نعمله تست نتأكد من انه احنا مستخدمين بشكل صحيح وانه ما راح يعملنا مشاكل اولود على خلي نقول على الصفحة تمام فخلي في بالك انه احنا قذكرنا انه الانجولر هو spy يعني single page application بمعنى راح تلقي هنا عندك شيء اسمه index.html شوف انت هذا ال component ليس شفنا محمد بالاصل هو ديشتغل في داخل index.html ان انت عندك ts file ما راح يعرف في البروزر فكل component انت تصنعه كل جزء انت تصنعه كنت ال navbar او الفوت او ال contain فهذولا راح يكونون componentات هذا ال component اللي انت تصنعها لازم يكون في داخل واجهة رئيسية اللي هي منه راح تكون ال index.html طبعا هذا راح يكون خلي نقول ال component هذا على سبيل المثال اللي راح يشتغل ك html تمام هذا راح يكون يجي وين يدخل في داخل ال index.html شوفنا هنا عندك ال app root اوكي انا عندك ال app root اللي هو ال selector اللي لاحظ هنا component وال selector هو app root تمام فبالتالي انت عندك هذا هو component الأم واللي راح يتفرع من عنده بقية الأجزاء صح؟ فهذا اذا احنا خليناه بداخل ال index تمام فبقية الأجزاء اوتوماتكين راح تكون داخل ال index لان اذا الأم مالتهم داخل ال index فهذا ال app minus root اللي هو التاقاته هنا في سبيل شنو انه جاي وصلنا فكرة انه هذا ال index راح يكون هو الرئيسي اما بقية ال componentات ال header الفوتر او ايشي اخر فرح يكون في داخل هذا تمام فهذا هي مبدأ single page انه ما تحتاج تصنع pageات لا انت راح تصنع اجزاء components تمام فعندك هنا مثلا my blog اللي دا يظهر هنا فاني من اجي حتى اوضح لك الفكرة اذا كتبت هنا مثلا محمد عيسى ما نكتب محمد عيسى هنا فلاحظوا تغير الى محمد عيسى اي صفحة انا راح اصنعها هنا اي صفحة about مثلا اي شي اي صفحة اصنعها اوتوماتيكيا كلها راح تحمل نفس التايتل ليش لان كلها راح تكون جزء من صفحة ال index هذا الجميل بها طبعا عدنا ايضا المين ts اللي هو مهم جدا جدا اللي ورح يشغلنا module ts اللي هو هذا app module ts ليش حتى يعرف يا مكاتب احنا خارجية جايدة نستخدمها فاول شغلة يسويها ال angular لما يشتغل يأتي المين ts تمام والمين ts بها app module هذا ما راح نشتغل بها تمام يعني هذا اصلا ما راح نقترب له اوكي بس هذا ممكن ندخل بها اذا اخذنا بعض الامور نحتاج انه ندخل له فهذا اوتوماتيكيا اول شي يشتغل فيجي باوع هنا يتاكد من app module شنو المكاتب الضرورية اللي يحتاجها بعد ذلك الapp module يروح يشغلي منو يشغلي الapp component.ts الapp component.ts من يشتغل راح شي يقول كل الملفات اللي هي الcomponent.html.css اريدك تندرج من ضمن هذا السيلكتر وهذا بالتالي راح يشتغل وين في داخل خلي نقول الاندكس فاذا بهاي الالية وبهذا الترتيب يشتغل عندنا شنو الانجولار طبعا في الانجولار انت عندك مجموعة components في الانجولار راح نتعرف على مجموعة components موجودة في داخلها منها مثلا الماجول الماجول هذولا اوكي الماجول طبعا يختلف شوي عن الماجولات الجاباسكريبت الاعتيادية هنا المكاتب الخارجية النادي عليها يعني مثلا اريد تستخدم مكتب معينة qr code اريد اربطوية firebase اريد اربطوية فتشي هذولا يحتاجون مكاتب خارجية في الماجول هذة هي المهمة مالتا عندك ايضا الكمبوننت كل قسم من صفحات الانترنت اللي راح نصممها بالدروس الجاية راح يحتاجه لانه احنا نعمل له كومبوننت فالكمبوننت هو جزء رئيسي جدا وكذلك التمبلت اللي هو ال HTML في داخل الكمبوننت يكون اوكي فالاجزاء الرئيسية هي بها الماجول مثل ما قلنا التمبلت اللي هو بال HTML كذلك عدنا في ال TS نفسه مسيميات مثل ال Directives وال Data Binding هذولا راح نجي ندخل بتعمقوا اياها وشون نربط التمبلت مع ال HTML ايضا عندنا ايضا في ال في الانجولر عدنا مصطلحة اللي هو Event Binding فكرته انه مثلا عني موجود على الصفحة لما جي عمل تغير شيء معين وهذا الربط راح يصير بين ال HTML وبين ال TS وعدنا ايضا Property Binding اللي هو شنو فكرته ننقل ال Data من وإلى يعني ممكن عني انقل ال Data من ال TS لل HTML او من ال HTML لل TS زين في عدنا ايضا سكشن اخر اللي هو جزء اخر في ال Angular اللي هو Services وال Dependency Injection هذول الا اكثر شيء نستخدمهم في داخل ال App Module وكذلك نقدر نصنع لهم فايل خاص مثل ما اكو في شيء اسمه Component فاكو شيء اسمه Service دائما نربطه مع ال API مثلا انا اريد ال Angular اربطه مع ال Laravel اريد اربطه مع جمعة ال Backend من ينطوني مثلا الروابط يقول عن طريق هذا الرابط تسوي Update Read Delete هاي روابط مهمة جدا انه انا اصنع Service حتى دائما تكون هاي ال Data موجودة او ارحل ال Data من ال Angular لل Database وايضا عدنا جزء اخر اللي هو ال Routing اللي هو جزء الاخير ال Routing فكرته شنه هو انا من اجي مثلا عملت مجموعة components اوكي خمسة components اذا انا عملت بالتالي انا من اريد انتقل من هاي الصفحة لهاي الصفحة لازم اكفت شيء وجهني الى تمام فال Routes هي التوجيهات يعني عادة توجيه من مكان لمكان فاحتاج انه مثلا لما اضغط على ال Dock يكون معروف ويروح يجيب لي صفحة ال Dock ويحمل لي في داخل ال Page Multi فهاي الامور راح نتعرف عليها هاي فقط كانت الفكرة مات ال Architecture شون نستخدم ال Angular شون النصبة وشون نفتح المشروع وشون الاجزاء اللي كانت موجودة بيها لهنا نوقف نكمل درس القدم مالسلامة